اشتركوا في القناة والمعنين الى بذل مزيد من الجهود للنهوض بواقع الخدمات المقدمة للمواطنين اما اعضاء المجلس فاشددوا على ضرورة استحداث قسم للطب الشرعي لتوفير الوقت والعنى على اهالي مناطق اللواء عند حصول حالة وفا مطالبين باعادة فتح مكتب عمل الشون الجنوبية والعمل على اطلاق برامج ومشاريع انتاجية في مجالي الزراعة والسياحة وذلك بهدف توفير فرص عمل للشباب والفتيات تم عقد اجتماع المجلس التنفيذي للواء الشون الجنوبية تم بحث استعدادات مختلف الدوائر لفصل الشتاء تم التأكيد على جميع الاجهزة المعنية ضمن الاختصاص باتخاذ اجراءات الوقائية اللازمة للتعامل مع المنخفضات الجوية في فصل الشتاء من حيث تنظيف مع مجاري السيول والأودية وعمل صيان لازم للعبرات تصريف المياه وتقليم الأشجار المؤثرة على الشبكة الكهربائية اشتركوا في القناة